فريق مجموعة الخير في محافظة طرطوس يحضر ويوزع أكثر من 200 وجبة إفطار يومياً على أسر الشهداء والعائلات المحتاجة والعائلات الوافدة من المحافظات الأخرى في مختلف أحياء المدينة يشكل عمل فرق الجمعيات الخيرية رديفاً مكملاً لنشاطات الجمعيات الأهلية والخيرية وجهود القطاع الحكومي للمبادرات الخاصة بشهر رمضان والهادف لتعزيز التكافل الاجتماعي في المجتمع السوري وتوفير متطلبات الأسر المحتاجة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها وفي هذا الإطار ينشط فريق مجموعة الخير في محافظة طرطوس والذي استقبل شهر رمضان المبارك بتحضير وتوزيع أكثر من 200 وجبة إفطار يومياً توزع على أسر الشهداء والعائلات المحتاجة والعائلات الوافدة من المحافظات الأخرى في مختلف أحياء المدينة كما توزع على نقاط الجيش العربي السوري المنتشر على أطراف المدينة حيث تقوم سيارات الجوالة الخاصة بالمجموعة بتوزيع الوجبات بشكل يومي نحن نعمل كل يوم بين 150 إلى 200 وجبة ونوزعها على الأسر الفقيرة بالأيام الأخيرة طبعاً الله لا يعيد على سوريا وينصر سوريا أثناء الحرب كنا نقوم بتأمين هذه الوجبات ونبعثها لأهلنا في الجيش العربي السوري للمقاتلي ولأسر الشهداء وللجرحة وعندنا مجموعات موجودة هلأ بتشوف مثل ما عم تشوف السيارة بتعبية كل الحي فيه واحد من سلمه وهو بيبلش بيوزع هو موزع لها الأسر الفقيرة لأسر الشهداء لأسر الجرحة عبانيا سبعتنا على القدمو سبعتنا على دريكيش سبعتنا على صوفيت على كل القرى تركوز على الحميدية على زمرين على العرب كل القرى من مناطق المحافظة الحمد لله عما نبعت له مبادرة خيرية تجسد وحدة أبناء سوريا واهتمامهم بأن تبقى تقوص شهر رمضاً كما عهدوها سابقاً ليؤكد للعالم أجمع أن السوريين كالجسد الواحد صامدون وواثقون بالنصر الأكيد بهمة رجال الجيش العربي السوري ترجمة نانسي قنقر